بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله حيكم الله عز وجل وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرور المتقابلين وأن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل بعد هذا الانقطاع مع هذه الأيام التي مضت نحمد الله عز وجل أننا استأنفنا معكم هذه الجلسات ودائما مع برنامجنا الباقيات الصالحات أحببت معكم اليوم بإذن الله عز وجل أن أوصي نفسي وإياكم بوصايا نافعة نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم جميعا هذا الوباء والوباء ونسأله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم أولا مما أوصي به نفسي وإياكم وهذا قبل نزول البلاء أو قبل نزول الوباء وأي بلية فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الوصايا فجاء في حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها في الصباح يعني لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي يعني من حافظ على هذا الدعاء ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء قال عليه الصلاة والسلام لم تصبه فجأة بلاء أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحفظ عبده إذا ذكر هذا الدعاء وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذا قبل نزول البلاء هذا أول وصية ثانيا الوصية الثانية على العبد أن يكثر من هذا الدعاء ماذا تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الدعاء ذكره المولى عز وجل في القرآن العظيم وهذا عن قصة يونس عليه السلام ابن متة يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت يعني التقمه الحوت وهو في بطن الحوت كيف نجى الله عز وجل يونس عليه السلام من الكرب العظيم أو من الشدة التي كان فيها وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث في بطن الحوت وفي قعر البحر وهو في ظلمات ثلاث ماذا قال قال المولى عز وجل وذنوني إدهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فناد في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فربنا عز وجل جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى وذنوني إدهب مغاضبة يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبة يعني من قومه كان يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ثم التقمه الحوت عليه السلام وفي بطن الحوت وذنوني إدهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ماذا؟ ماذا نادر؟ ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين المولى عز وجل لما سمع يونس عليه السلام وهو في الظلمات ناداه يونس عليه السلام ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فربك عز وجل إذا ناديته وأنت في كرب وفي شدة وفي غم وفي بلاية وفي بلية وفي هم وفي مصيبة أن تكثر من هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أنه من دعا بهذا الدعاء كشف الله تعالى عنه كل غم وهم وهو دعاء يونس عليه السلام ما قال تعالى وَذَنُّونِ إِذْ ذَعَبَ مُغَاضِبَ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُومَاتِ أَلَّا إِلَّا 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 أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وهذه وصية نافعة وعظيمة لمن أرد أن ينتفع بها وأن يتمسك بها تمسك بهذا الدعاء لا إله إلا أنت يعني هذا الدعاء دعاء توحيد أنك توحد الله عز وجل بمعنى أنت الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قل من بيده ملكوت كل شيء قل من يرزقكم من السماء فالرب عز وجل الواحد لمن تتوحد الله تعالى وأذكر لكم كلاما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد ماذا قال؟ يعني من خلال كلامه رحمة الله عليه قال من أعظم الأدوية التي يداوي بها العبد ماذا؟ هو توحيد الله عز وجل هو أنفع أنفع الأدوية إذا أردت أن تعالج قلبك نفسك حياتك وأن تتعيش في هذه الدنيا وأن تتداوى كما قال صلى الله عليه وسلم تداوى تداوى بحرام أن تتداوى بهذه الكلمة أي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا يخفى على الجميع أفضل الذكر لا إله إلا الله أكثر من هذه الكلمة الطيبة الكلمة العروة الوثقة التي لم فصام لها ألا وهي لا إله إلا الله قلنا أولا من الوصايا النافعة التي ننتفع منها قبل نزول البلاء الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء الإكثار من هذه الكلمة ثالثا الدعاء جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال الدعاء ينفع مما نزل إذا نزل شيء نزلت عليك نازلة والنازلة هذه في أي وقت كما نزلت بالأمس بالية لإخواننا في ولاية سطيف يعني في عين والمان دك الحريق نسأل الله عز وجل أن يرحم يعني موتاهم وأن يشفي مرضاهم وهذا تعازي لنا ولهم لله ما أخذ ولله ما أعطى الله يأجرهم في مصيبتهم وعندهم إن شاء الله عند الرب عز وجل منزلة شهيد الحريق الله يكتب لهم هذه المنزلة عند الله عز وجل هؤلاء الذين يعني أصيبوا بالحريق هم من إخواننا ومن جلدتنا نسأل الله تعالى هم الرحمات وأن يرزق أهليهم الصبر أن يرزق أهليهم الصبر والسلوان وأن يأجرهم في مصيبتهم هذه بلية فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله ماذا؟ بالدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة وربنا عز وجل حثنا أمرنا ذكرنا في القرآن بالدعاء فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالله تعالى أمرنا بالدعاء ونحن ما علينا إلا بالدعاء وعلى ربنا عز وجل تكرما وتفضلا وامتنانا وتكريما الإجابة نحن لا نحمل هم الإجابة نحن نحمل هم الدعاء فالله تعالى أمرنا أن ندعوه ندعو الله تعالى والله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاء ويكشف السوء أما يجيب دعوة من الذي يجيب دعائك الله تعالى عليك أن تكثر من الدعاء وأن تلح على الله الإلحاع في الدعاء كأن تقول يا رب يا رب ولا سيما ونحن في هذه الأيام أيام الوباء انتشر الوباء بسرعة انتشار كهاشيم الرياح وأيضا هناك قحط ليس هناك أمطار فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله أن نكثر من الاستغفار أن نكثر من الدعاء أن نكثر من الصدقات أن نكثر من الصيام أن نكثر من القيام أن نرد المظالم لأهلها كثير من الناس أخذون حق غيرهم كأن يأكلوا أموال اليتام ظلمة كأن يأكل مال خاله وعمه وجده وغيرها ممن يأكلون أموال الناس بالباطل والله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا في بعض الأحيان إنسان رأى على خطأ رأى على ظلال رأى على ظلم رأى على أدوان رأى على خط يعني غلى غير السبيل على المنهج التقويم المستقيم على وجاج لكن يظل أن نفسه أنه على الطريق الصحيح إذن له سوء عمله أنه يرى ذلك الأمر حسن فعلينا أرجع الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا نافعا غير دار وأن يغيث هذه الأمة سبحانه جل وعلا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهذا بعض الوصايا التي ذكرناها معكم الوصية الأولى قبل نزول الوباء الوصية الثانية الدعاء الاكثار من لا إله إلا أن سبحانك إن كنتم من الظالمين والوصية الثالثة الدعاء ونكمل معكم بإذن الله عز وجل وهذا بعد الفاصل بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء بعد الفاصل نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين اللهم ارضى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تابعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد وهذا بعد الفاصل نواصل معكم مع الوصية العظيمة التي أوصي بها نفسي وإياكم قلنا أولا الوصية الأولى أن يقول العبد في الصباح وفي المساء ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تصبه فجأة بلى ثانيا الإكثار من قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثالثا الدعاء يا عباد الله فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل الوصية النافعة الرابعة هو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء على العبد أن يحفظ هذا الدعاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعوذ من هذه الأربع أيضا من الوصايا النافعة التي تنفعنا بإذن الله عز وجل جاء في حديث صحيح من حديث أنس من مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الدعوات ماذا قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الدعوات ما هي هذه الدعوات قال يعني أنس رضي الله عنه وأرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدين والدين اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن شمالي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع هذه الدعوات في حياته ما هي هذه الدعوات هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من من أحد يحافظ على هذه الدعوات في الصباح وفي المساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وأسألك العفو والعافية في ديني سأل الله تعالى العافية في دينك ألا تفتن في دينك أن تحافظ على دينك على مبادك على أخلاقك اللهم أسألك العافية في ديني ودنياي أن تسأل الله العافية في هذه الدنيا وأعظم ما يسأله العبد في حياته العافية سأل ربك العافية أن يعافيك في بدنك في دينك في أهلك في مالك في وطنك في مجتمعك في حياتك في مماتك أن تسأل الله العافية لذلك النبي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الدعوات عليه الصلاة والسلام والله إذا حافظ عليها العبد هذه الدعوات والله ينتفع منها انتفاع عظيم يعني وصية عظيمة تمسك بها هذا الدعاء احفظ هذا الدعاء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة واللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي أن يحفظ أهلك في ديني وأهلي ومالي أن يحفظ مالك هذا المال الله تعالى جعله من الكليات الخمس أن يحافظ العبد على أهله وعلى ماله وعلى ولده وعلى فأن يدعو العبد بهذه الدعوات وأن يحفظك سبحانه وتعالى من فوقك ومن تحتك وأن تلجأ إلى الله وتستعيد وتلجأ إلى الله أن يحفظك وأن تغتال من فوقك أو من تحتك فيجعل لك الله تعالى حفظ ورعاية وصيانة من الله يعني رعاية ربانية الحفظ والستر والعافية من الله سبحانه وتعالى هذا لما تدعي الله اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القادر شمات الأعداء وهذا الدعاء أيضا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعى هذه الدعوات أيضا مما أوصي به نفسي وإياكم صنائع المعروف ما معنى صنائع المعروف لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء يعني من المهلكات والموبقات وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء ما معنى يعني أعمال الخير إذا كنت أنت أيها العبد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك جل جلال فكر أيها العبد لما تسمع الله تعالى يخاطبك يقول يا أيها الإنسان ربك يناديك يا أيها الإنسان ما غرك يعني ما هو الشيء الذي غرك الله تعالى خلقك فسواك فعدلك خلقك في أحسن صورة هيأك رزقك أعطاك ومن كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها نعم الله عليك نعمة البصر نعمة السمع نعمة الشم نعمة اليدين المشي البطش الأكل الشراب كم من إنسان سقيم مريض كم من إنسان مبتلى ببلايا في صحته في جسده وغيرها فكر لما قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لا تغتر بهذه الدنيا وما فيها كل من عليها فان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الإنسان ما يقرأ هذه الآيات فقط قال يقرأها متاع الغرور ومر عليها مر الكرام فكر لا تمر على الآيات القرآنية مر الكرام متاع الغرور متاع الغرور لا فكر صح حقيقة هي متاع الغرور وصدق من قال الدنيا جيفة وطلابها كلاب الدنيا كأنك مررت على جيفة ووضعت يدك على أنفك لا تريد أن تشم رائحة الجيفة هكذا الدنيا فالإنسان أن يحذر كل ما فيها الدنيا ملعونة وكل ما فيها ملعون إلا ذكر الله أو ما والاه أو عالم أو متعلم محل الشاهد من هذا الكلام لما ذكرنا هذه الوصايا النافعة التي ينتفع الإنسان منها ذكرنا أن الإنسان في الأخير أن يدعى هذه يعني هؤلاء الدعوات التي ذكرنا بصعه السلام الدعاء فهكذا الإنسان دائما يلجأ إلى الله بماذا؟ بأعمال الخير صنائع المعروف يعني أعمال الخير من صدقات من بر الوالدين من إحسان إلى الناس من أعمال الخير هذه صنائع المعروف التي أنت تقوم بها من أعمال الخير تقيك من مصارع السوء يعني أنت يا ربي رح ينجيك لما قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا أعمال وينجي الله الذين اتقوا يعني تقوى الله من جات الله تعالى ينجيك من الكربات ينجيك من المصائب ينجيك من المهلكات ينجيك من هموم وغموم هذه الدنيا بماذا؟ بصنائع المعروف أيضا من الوصايا العظيمة يعني جميع أعمال الخير من بر الوالدين من إحسان إلى الناس محافظة على الصلاة أن تمسك لسانك عن الناس أعظم شيء إذا لم تستطع أيها العبد الفقير الحقير المسكين الضعيف إذا لم تستطع أن تقوم بأعمال الخير وتحسن إلى الناس فأمسك لسانك وأمسك ياتك ماذا؟ عن ماذا؟ عن الشر حق أخيك عليك كثلات إن لم تنفعه إذا ما انفعتوش ما تضر إذا مدحتو إذا لم تمدح ما تمدحوش ما تذموش إذا ما تكربتوش بخير ما تكلمش عليه بالسوء فهكذا يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا لم تستطع فعل الخير أمسك عن الشر كثير من الناس الآن في مجتمعنا وفي بلدنا إذا لم يستطع أن يقوم بأعمال الخير تجده يشتهد في أعمال الشر والعياذ بالله ما استطعت أن تفعل الخير لا تفعل الشر هذا هو الأصل للمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم أن يسلم الناس من لسانه أمسك لسانك عن الناس من غيبة من نميمة من افتراء من قذف من بهتان وتتبع العواني على العبد أن يشغل نفسه بما ينفعه والنبي عليه الصلاة والسلام أوصان في حديث صحيح قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلامك إذا أردت أن تكون مسلما مؤمنا صادقا مخلصا يعني حقيقة ليس كلام فقط شعار يرفع أنا مسلم أعمالك على غير الإسلام أن لا تتدخل فيما لا يعنيك لي همك همك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا قي نفسك ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا ما انتهت فأنت حكيم بدأ بنفسك انهاها عن غيها عن طغيانها عن أي أمر يضر انهاها إذا ما انتهت هذه النفس جاهدتها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلة بعدين أرجع الأهلك أو أنفسكم وأهلكم نارا هناك نار تنتظرنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عذاب جهنم نحن يعني ما فكرنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال كان النبي صعصم يتعوذ من هؤلاء الأربع كما ذكرنا معكم من جهد البلاء طرق الشقة وسوء القضاء وشماتة الأعداء ويتعوذ من عذاب القبر القبر كل الناس داخله هذا القبر لا بد من المرور عليه وفي القبر ماذا نعيم في عذاب في شيء آخر لما الإنسان يفكر في هذا الأمر يتعوذ ويعلم علم اليقين أن هذه الحياة الدنيا متاع الغرور ورب يذكر في القرآن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم قال الله تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الصبر وتقوى الله عز وجل من عزم الأمور فلذلك الإنسان دائما يفكر في العواقب كيف سيلقى الله عز وجل من هذه الوصايا النافعة التي ذكرتها معكم هناك أمر أيضا غفلنا عنهم قيام الليل هو دعب الصالحين فالسلف الصالح من سلف هذه الأمة من الصحابة الكرم رضي الله عنه وأرضاهم ومن التابعين ومن سلف هذه الأمة كما وصفهم الله عز وجل في القرآن كانوا قلينا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هذا أيضا وصية عظيمة يا من تريد قضاء الحوائج كلنا يشتكي ماذا غلاء الأسعار المرض المصائب البلايا لماذا نشتكي لكن هذه الشكوى لماذا لا نستبدل الأمر الأحسن أفضل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير نحن تركنا الخير والأفضل ولجعنا إلى ما دون ذلك لماذا سرنا نشتكي فقط إنما أشكي بثي وحزني إلى الله أشكي حزنك إلى الله سبحانه وتعالى أنت إذا أردت شيء من الله من أمور الدنيا أو الآخرة أنت تشتكي ذاك يبحث عن وظيفة تريد وظيفة عمل تريد زوجة صالحة تريد سكن تريد سيارة ماذا تريد من الله تريد الجنة الفيرداوس أمر الآخرة ماذا تريد فعليك بقيام الليل علينا جميعا بقيام الليل دعب الصالحين فربنا عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا الأولى فيقول رب العزة والنزول الذي ينزل به الرب عز وجل يليق بجلاله وعظيم سلطانه فيقول هل من سائل من الذي يسألني ماذا تريد أيها العبد يا عبدي من يسألني من يدعوني من يستغفروني يعني من يسألني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له من يطلب التوبة فأتوب علي من الذي الرب عز وجل يناديه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا الأولى وانت تسأل ربك ما شئت ورب عنده خزائي لا تنفد لما الحسد لما الشحناء لما هذه الأمور يد الله ملأة لا تغيظها نفقا فربنا عز وجل أعد لنا جنة قال تعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي من للمتقين إذا كان هذه الجنة عرضها السماوات والأرض كم طولها الله تعالى أعلم وفي الجنة شجرة شجرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يسير الراكب تحت ضلها مئة عام لا يقطعها في الجنة شجرة يسير الراكب تحت ضلها مئة عام لا يقطعها وهكذا أنهار وخيرات وكذا فالإنسان يغتنم هذه الدنيا في صناع علم معروفة في أعمال الخير حتى يرفع الله عز وجل ما نحن فيه نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يسير لنا كل عسير اللهم يسير أمورنا واشرح صدورنا اللهم ارفع عن بلدنا هذا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا نافعا غير دار اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقي رحم لا سقي عذاب ولا هدم يا أرحم الراحمين اللهم اسقي عبادك اللهم اسقي بلدك الميت اللهم اسقي بهائمك يا أرحم الرحمين يا رب العالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين اللهم إننا استغفرك إنك كنت غفارا فأرسل علينا السماء مدرارا اللهم أرسل علينا السماء مدرارا اللهم أنزل علينا البركات والرحمات اللهم لا تآخذنا بما فعل السفاهاء منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ورحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان واقضي الدينة عن المدينين واجعل هذا البلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لنا فيها شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته